تعالوا شوف كده أول خاصية بيقول لي إيه؟ طبعاً تعرف أن الألف اللي هي الأساس لازم يكون حقيقي موجب وما يسويش واحد فبيقول لي هنا لكل ألف تنتمي لحال موجبه فرق الواحد يعني لكل أساس ألف عدد حقيقي موجب لا يسوي واحد خاصية الأولى بتقول لي إيه؟ لغة ألف للأساس ألف يسوي واحد طبعاً الكلام ده محتاج يعني مش محتاج إثبات ولو أنت عايز تعرف ليه حول هالي صورة قصية هيبقى ألف قص واحد بتسوي كام؟ هتسوي ألف فعلاً يبقى الخاصية الأولى كده يعني معنى كده لما يجي لك مثلاً لغة أم الخمسة لأساس خمسة هتقوله بواحد لغة أم عشر لأساس عشرة اللي هو مش مكتوب وإحنا قلنا ده اسمه لغة أم معتاد لغة أم عشر هتسوي كام واحد طبعاً الكلام ده ممكن تتأكد منه على الآلة إحنا قلنا الزرارين اللي بستخدمهم في كلمة لغة أم الزراري اللي فوق خالص على اليمين هتلاقي فيه كلمة لج وجنب منه مربع وتحته مربع تحت حرف ج مربع اللي هو الأساس لو كتبت لج بعدين تكتب خمسة وفوق تكتب خمسة هتسوي كام هيطلع لك بواحد طب التانية لج اللي تحت اللي هي بدون أساس اللي هو لغة أم المعتاد اكتب لج عشرة هتطلع بكام بواحد طيب الخاصية التانية بيقول لي لغة أم ألف واحد للأساس ألف بيسوي كام صفر جات منين حولها صورة قصية الأساس ألف ده أي عدد حقيقي مع عدد الواحد حقيقي موجب طب أي عدد قص صفر بكام بواحد وبالتالي يبقى لغة أم واحد للأساس ألف هيسوي كام صفر دي الخاصية التانية مثلا يقول لك لغة أم واحد للأساس ثلاث صفر لغة أم واحد اللي هو لغة من المعتاد يبقى للأساس عشرة برضو بيسوي كام صفر طب في خاصية كمان خاصية التالتة دي خاصة بالضرب لكل سين تنتمي لحاء الموجبة وسط تنتمي لحاء الموجبة يعني سين وصاد أعداد حقيقية موجبة لكن ألف اللي هو الأساس قلنا اتفقنا أنه هو إيه حقيقي موجب لا يساوي الواحد طيب الخاصية بتقول إيه لغة ميسين في صاد لغة ميسين في صاد للأساس ألف بيساوي لغة ميسين للأساس ألف زائد لغة مصاد للأساس ألف يعني عملية الضرب مع اللغة بتتحول لجمع لغة رتمات دي بنقول عليها خاصية الضرب طبعا القانون ده ممكن أو الخاصية دي ممكن نستخدمها بشكل عكسي بس نشوف الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر